الاتفاقية الدولية لوقاية النبات IPPC إنها معاهدة متعددة الأطراف تسهل التعاون العالمي لحماية نباتات من الآفات الضارة مثل ذباب الفاكهة الآفات التي يمكن إدخالها وانتشارها من خلال التجارة الدولية يمثل ذباب الفاكهة تحدياً كبيراً للتجارة لأنه إذا تم اكتشافه في الفاكهة فقد تتوقف التجارة هذا هو السبب في تطوير مجموعة من المعايير الدولية لتدبير الصحة النباتية على ذباب الفاكهة وإعادة تنظيمها مؤخراً عندما يريد بلد ما تصدير الفاكهة يمكن لهذه المجموعة من المعايير أن تسهل العملية إنها تبدأ بالمعيار الكياسي الدولي رقم 37 لحالة العائل بطرح الأسئلة هل يمكن أن تكون هذه الفاكهة عائلاً لذباب الفاكهة؟ بمعنى آخر، إذا كانت الفاكهة مثل جوز الهند غير معرضة لذبابة الفاكهة فلا يمكن للآفة أن تغزوها إنه ليس عائلاً وبالتالي يمكنه المتابعة مباشرةً للتصدير ولكن إذا كان هناك احتمال أن تصيب الآفة الفاكهة فإن السؤال هو ما إذا كانت الفاكهة تأتي من منطقة خالية من ذباب الفاكهة المعيار الدولي رقم 26 إذا حدث ذلك، فيمكن تصديره ولكن إذا كان ذباب الفاكهة موجوداً في المنطقة فيجب على الدولة تطبيق تدابير إضافية للصحة النباتية للحد من مخاطر انتقال ذباب الفاكهة إلى البلد المستورد هذا المخطط يسمى نهج النظم المعيار الدولي رقم 35 في نهج النظم، تطبق الدولة المصدرة إثنين أو أكثر من تدابير الصحة النباتية المستقلة سيؤدي تكامل هذه التدابير إلى تقليل مخاطر الآفات في تجارة الفاكهة إلى مستويات مكبولة للبلد المستورد مع المساهمة في ضمان الجودة العالية للفاكهة التي سيتم تصديرها يتم تحديد مخطط الصحة النباتية الذي يمكن أن تتم التجارة بمجيبه والاتفاق عليه من قبل الأطراف المعنية بناء على المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية أو مبرر تقنيا يتم ذلك من خلال اتفاقية ثنائية بين منظمات وقاية النبات في كل من البلدان المصدرة والمستوردة من خلال تنفيذ المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية تحمي البلدان الموارد النباتية من آفات ذبابة الفاكهة بينما تضمن في نفس الوقت تطبيق تدابير مبررة تسهل التجارة الآمنة ترجمة نانسي قنقر